أشار تقرير لوزارة الموارد المائية والري إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4 450 كم وذلك بمختلف المحافظات حيث يستهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع بتكلفة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه كما استعرض التقرير موقف حملت الإزالة الموسعة الجارية بجميع المحافظات وذلك لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري وأشار التقرير إلى أنه تمت إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعد بمساحة نحو 6 ملايين و300 ألف متر مربع